بسم الله الرحمن الرحيم كلمة الله لبني آدم المسمات بألواح موسى قال الله تعالى عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يجمع المال وعجبت لمن أيقن بالقبر كيف يضحك وعجبت لمن أيقن بزوال الدنيا كيف يطمئن إليها وعجبت لمن أيقن ببقاء الآخرة ونعيمها كيف يستريح وعجبت لمن هو عالم باللسان وجاهل بالقلب وعجبت لمن هو مطهر بالماء وغير طهر بالقلب وعجبت لمن اشتغل بعيوب الناس وهو غافل عن عيوب نفسه وعجبت لمن يعلم أن الله تعالى مطلع عليه كيف يعصيها وعجبت لمن يعلم أنه يموت وحده ويدخل القبر وحده ويحاسب وحده كيف يستأنس بالناس ويقول الله تعالى لا إله إلا الله حقا حقا محمد عبدي ورسولي شهدت نفسي لنفسي أن لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي ومحمد صلى الله عليه وآله عبدي ورسولي من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي ولم يقنع بعطائي فليطلب ربا سوائي وليخرج من تحت سمائي ومن أصبح حزينا على الدنيا فكأنما أصبح ساخطا علي ومن اشتكى مصيبة نزلت به إلى غيري فقد شكاني ومن دخل على غني فتواضع له من أجل غنائه ذهب ثلث دينه ومن لطم وجهه على ميت فكأنما أخذ رمحا يقاتلني به ومن كسر عودا على قبر ميت فكأنما هدم كعبتي بيده ومن لم يبال من أين يأكل لم أبال به من أي باب أدخله في جهنم ومن لم يكن في الزيادة في دينه فهو في النقصان ومن كان في النقصان فالموت خير له ومن عمل بما علم زدته علما إلى علمه يا ابن آدم من قنع استغناء ومن رضي بالقليل من الدنيا فقد وثق بالله عز وجل يا ابن آدم من ترك الحسد استراح ومن اجتنب الحرام خلص دينه ومن ترك الغيبة ظهرت محبته في القلوب ومن اعتزل الناس سلم منهم ومن قل كلامه كمل عقله ومن رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل يا ابن آدم أنت بما تعلم لا تعمل كيف تطلب ما لا تعلم يا ابن آدم أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة يا ابن آدم من أصبح حريصاً على الدنيا لم يزد من الله إلا بعدا وفي الآخرة إلا جهدا وألزم الله تعالى قلبه همًا لا ينقطع أبدا وفقراً لا ينال غناه أبدا وأملاً لا ينال مناه أبدا يا ابن آدم كل يوم ينقص من عمرك وأنت لا تدري ويأتي كل يوم رزقك من عندي وأنت لا تحمده فلا بالقليل تقنع ولا بالكثير تشبع يا ابن آدم ما من يوم جديد إلا ويأتيك من عندي رزق جديد وما من ليلة إلا ويأتيني ملائكتي من عندك بعمل قبيح تأكل رزقي وتعصيني وأنت تدعوني فأستجيب لك خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد فنعم المولى أنا وبئس العبد أنت تسألني فأعطيك وأستر إليك سوءاً بعد سوء وقبيحاً بعد قبيح أنا أستحي منك وأنت لا تستحي مني وتنساني وتذكر غيري وتخاف الناس وتأمن غضبي يا ابن آدم لا تكن ممن يطلب التوبة بطول الأمل ويرجو الآخرة بغير عمل يقول قول الزاهدين ويعمل عمل المنافقين إن أعطي لا يقنق وإن منع لا يصبر يأمر بالخير ولا يفعله وينهى عن الشر ولا ينتهي عنه ويحب الصالحين وليس منهم ويبغض المنافقين وهو منهم يا ابن آدم ما من يومٍ جديد إلا والأرض تخاطبك وتقول يا ابن آدم تمشي على ظهري ومصيرك في بطني وتذنب على ظهري وتعذب في بطني يا ابن آدم أنا بيت الوحدة وأنا بيت الوحشة وأنا بيت الظلمة وأنا بيت العقارب والحيات وأنا بيت الهوان فعمرني ولا تخربني يا ابن آدم ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة ولا لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستعين بكم على أمرٍ عجزت عنه ولا لأجل منفعه ولا لدفع مضره بل خلقتكم لتعبدوني طويلا وتشكروني كثيرا وتسبحوني بكرةً وأصيلا ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وصغيركم وكبيركم وحركم وعبدكم وإنسكم وجنكم اجتمعتم على طاعتي لما زاد ذلك في ملكي مثقال ذرة ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله غنيٌّ عن العالمين يا عبيد الدنانير والدراهم إنّي ما خلقت لكم الدراهم والدنانير إلا لتأكلوا بها رزقي وتلبسوا بها ثيابي وتنفقوا بها في سبيلي فأخذتم كتابي فجعلتموه تحت أقدامكم وأخذتم الدنيا فجعلتموها فوق رؤوسكم ورفعتم بيوتكم وخططتم بيوتي وآنستم بيوتكم وأوحشتم بيوتي فلا أنتم عبيد أحرار أبرار يا عبيد الدنيا إنما مثلكم كالقبور المجصصة يرى ظاهرها مليحا وباطنها قبيحا يا ابن آدم كما لا يغني المصباح فوق البيت عن الظلمة الداخلة عليه كذلك لا يغني كلامكم الطيب مع أفعالكم الردية يا ابن آدم أخلص عملك ولا تسألني فإني أعطيك أكثر مما يطلب السائلون يا ابن آدم إني لم أخلقكم عبثا ولا جعلتكم سدى ولا أنا غافل عن ما تعملون وإنكم لن تنالوا ما عندي إلا بالصبر على ما تكرهون في طلب رضائي والصبر على طاعتي أيسر عليكم من الصبر على حر النار وعذاب الدنيا أيسر عليكم من عذاب الآخرة يا ابن آدم لا تلعن المخلوقين لا تلعن المخلوقين ولا اكتساب الآثام ولا تخافون النيران ولا تتقون غضب الرحمن فلولا مشائخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع وشباب خشع لجعلت السماء فوقكم حديدا والأرض صفرا والتراب جمارا ولا أنزلت عليكم من السماء قطرة ولا أنبت لكم من الأرض حبة وصببت عليكم العذاب صبا يا ابن آدم قد جاءكم الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإنكم لا تحسنون إلا بمن أحسن إليكم ولا تصلون إلا لمن وصلكم ولا تكلمون إلا لمن كلمكم ولا تطعمون إلا لمن أكرمكم فليس لأحد على أحد فضل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الذين يحسنون إلى من أساء إليهم ويصلون من قطعهم ويعطون إلى من حرمهم وينصفون من خانهم ويكلمون إلى من هاجر منهم ويكرمون من أهانهم يا أيها الناس إنما الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وبها يفرح من لا يقين له وعليها يحرس من لا توكل له ويطلب شهواتها من لا معرفة له فمن أخذ نعمة زائلة وحياة منقطعة وشهوة ثانية ظلم نفسه وعصى ربه ونسي آخرته وغرته حياته يا ابن آدم لا تفارقهم طرفة عين أبدا يا موسى يا ابن آدم ومن أحب مؤمنا من أجلي ونسروا إلى آجالكم المتأخرة وأرزاقكم الحاضرة وذنوبكم المستورة وكل شيء هالك إلا وجهي ولو خفتم من النار كما خفتم من الفقر لأغنيتكم من حيث لا تحتسبون ولو رغبتم في الجنة كما رغبتم في الدنيا لأسعدتكم في الدارين ولا تميتوا قلوبكم بحب الدنيا فزوالها قريب يا ابن آدم كم من سراج أطفأته الريح وكم من عابد أفسده العجب وكم من فقير أفسده الفقر وكم من غني أفسده الغناء وكم من صحيح أفسدته العافية وكم من عالم أفسده العلم يا ابن آدم زارعوني ورابحوني واسألوني وعاملوني فإن ربحكم عندي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا تنفد خزائني ولا ينقص ملكي وأنا الوهاب يا ابن آدم دينك لحمك ودمك فإن صلح دينك صلح لحمك ودمك وإن فسد دينك فسد لحمك ودمك فلا تكن كالمسباح يضيء للناس ويحرق نفسه بالنار وأخرج حب الدنيا عن قلبك فإني لا أجمع حبي وحب الدنيا في قلب واحد أبدا كما لا يجتمع الماء والنار في إناء واحد وارفق بنفسك في جمع الرزق فإن الرزق مقسوم والحريص محروم والبخيل مذموم والنعمة لا تدوم والأجل معلوم وخير الحكمة خشية الله تعالى وخير الغنى القناعة وخير الزاد التقوى وشر صلاحكم الكذب وشر نصيحتكم النميمة وما ربك بظلام للعبيد يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ولم تنهون عما لا تنتهون ولم تأمرون بما لا تعملون ولم تجمعون ما لا تأكلون ولم التوبة يوما بعد يوم تؤخرون وعاما بعد عام تنتظرون ألكم من الموت أمان أم بأيديكم براءة من النيران أم تحققتم الفوز بالجنان أنظرتكم النعمة وغركم من الله تعالى طول الآمال فلا تغرنكم الصحة والسلامة فإن أيامكم معلومة وأنفاسكم معدودة وسرائركم مكشوفة وأستاركم مهتوكة فاتقوا الله يا أولي الألباب وقدموا ما في أيديكم لما بين أيديكم يا ابن آدم تقدم فإنك في هدم عمرك ومن يوم خرجت من بطن أمك تدنو في كل يوم من قبرك فلا تكن كالخشب الذي يحرق نفسه بالنار لغيره لا إله إلا الله حقا حقا محمد عبدي ورسولي يا ابن آدم أنا حي لا أموت اعمل بما أمرتك وانتهي عما نهيتك حتى أجعلك حيا لا تموت يا ابن آدم أنا ملك لا أزول إذا قلت لشيء كن فيكون أطعني فيما أمرتك وانتهي عما نهيتك حتى تقول للشيء كن فيكون يا ابن آدم إذا كان قولك مليحا وعملك قبيحا فأنت رأس المنافقين وإن كان ظاهرك مليحا وباطنك قبيحا فأنت أهلك الهالكين يا ابن آدم لا يدخل جنتي إلا من تواضع لعظمتي وقطع نهاره بذكري وكف عن الشهوات من أجلي ويراخي الغريب ويواسي الفقير ويرحم المصاب ويكرم اليتيم ويكون له كالأب الرحيم وللأرامل كالزوج الشفيق فمن كان هذه صفته يكون إن دعاني لبيته وإن سألني أعطيته يا ابن آدم إلى كم تشكونني وإلى كم تنسونني وإلى كم تكفرونني ولست بظلام للعبيد وإلى متى تجحدون بنعمتي ورزقكم يأتيكم في كل يوم من عندي وإلى متى تجحدون بربوبيتي وليس لكم رب غيري وإلى متى تجفونني ولم أجفكم وإذا طلبتم الطبيب لأبدانكم فمن يشفيكم عن ذنوبكم فقد شكوتم وسخدتم قضائي وإذا لم يجد أحدكم قوت ثلاثة أيام فقال أنا بشر لست بخير فقد جحد بنعمتي ومن منع الزكاة من ماله فقد استخف بكتابي وإذا علم بوقت الصلاة ولم يفرغ لها فقد غفل عني وإذا قال إن الخير من عندي والشر من عندي إبليس فقد جحد ربوبيتي وجعل إبليس شريكا لي يا ابن آدم اسبر وتواضع أرفعك واشكر لي أزدك واستغفر لي أغفر لك وادعني أستجب لك واسألني أعطك وتصدق لي أبارك لك في رزقك وصل رحمك أزد في عمرك وأنسي أجلك واطلب مني العافية بطول الصحة واطلب السلامة في الوحدة والإخلاص في الورق والزهد في التوبة والعبادة في العلم والغنى في القناعة يا ابن آدم كيف تطمع في العبادة مع الشبع وكيف تطلب جلاء القلب مع كثرة النوم وكيف تطمع في الخوف من الله تعالى مع خوف الفقر وكيف تطمع في مرضات الله تعالى مع احتقار الفقراء والمساكين يا أيها الناس لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف عن الأذى ولا حسب أرفع من الأدب ولا شفيعك التوبة ولا عبادتك العلم ولا صلاة إلا مع الخشية ولا فقر إلا مع الصبر ولا عبادتك التوفيق ولا قرين أزين من العقل ولا رفيق أشين من الجهل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي لأملأ قلبك غنى ويديك رزقا وجسمك راحة ولا تغفل عن ذكري فأملأ قلبك فقرا وبدنك تعبا وصدرك غمًا وهمًا وجسمك سقما ودنياك عسرة يا ابن آدم الموت يكشف أسرارك والقيامة تبلو أخبارك والكتاب يهدك أستارك فإذا أذنبت ذنبًا صغيرًا فلا تنظر إلى صغره ولكن انظر إلى من عصيت وإذا رزقت رزقًا قليلا فلا تنظر إلى قلته ولكن انظر إلى من رزقك يا ابن آدم لا تأمن من مكري فإن مكري أخفى من دبيب النمل على الصفاء في الليلة الظلماء يا ابن آدم هل أديتم فرائضي كما أمرتكم وهل واسيتم المساكين بأموالكم وأنفسكم وهل أحسنتم إلى من أساء إليكم وهل عفوتم عن من ظلمكم وهل وصلتم من قطعكم وهل أنصفتم من خانكم وهل كلمتم من هاجركم وهل أدبتم أولادكم وهل سألتم العلماء من أمر دينكم ودنياكم فإني لا أنظر إلى سوركم ولا إلى محاسنكم ولكن أنظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأرضى منكم بهذه الخصال يا ابن آدم انظر إلى نفسك وإلى جميع خلقي فإن وجدت أحداً أعز إليك من نفسك فاصرف كرامتك إليه وإلا فأكرم نفسك بالتوبة والعمل الصالح إن كانت عليك عزيزة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم واتقوا الله قبل يوم القيامة ويوم الواقعة ويوم التغاب ويوم الحق ويوم كان مقداره خمسين ألف سنة ويوم لا يؤذن لهم فيعتذرون ويوم الطام ويوم الصاخ ويوم عبوس قمطرير ويوم لا تملك نفس لنفس شيئا ويوم الدمدم ويوم الزلزلة ويوم القارعة فاتقوا الله ليوم مواقع الجبال قبل الصيحة والزلزال إذا شاب من هوله الأطفال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا موسى بن عمران يا صاحب البيان اسمع كلامي ألوانا ألوانا إني أنا الله الملك الديان ليس بيني وبينك ترجمان بشر آكل الرباء والعقل والديه بغضب الرحمن ومقطعات النيران يا ابن آدم إذا وجدت قساوة في قلبك وسقما في بدنك أو حرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك يا ابن آدم لا يستقيم دينك حتى يستقيم لسانك وقلبك ولا يستقيم قلبك حتى يستقيم لسانك ولا يستقيم لسانك حتى تستحي من ربك وإذا نظرت إلى عيوب الناس ونسيت عيوبك فقد أرضيت الشيطان وأغضبت الرحمن يا ابن آدم لسانك أسد إن أطلقته أهلكك وهلاكك في طرف لسانك يا ابن آدم إن الشيطان لكم عدو مبين فاتخذوه عدوا فاعملوا لليوم الذي تحشرون فيه إلى الله تعالى فوجا فوجا وتقفون بين يدي الله صفا صفا وتقرون الكتاب حرفا حرفا وتسألون عما تعملون سرا وجهرا ثم يساق المتقون إلى الجنان وفدا وفدا والمجرمون إلى جهنم وردا وردا كفاكم من الله وعدا ووعيدا فأنا الله فاعرفوني وأنا المنعم فاشكروني وأنا الغفار فاستغفروني وأنا المقصود فاقصدوني وأنا العالم بالسرائر فاحذروني شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام بشر كل محسن بالجنة وكل مسيء هالك خاسر ومن عرف الله فأطاعه نجا ومن عرف الشيطان فعصاه سليم ومن عرف الحق فاتبعه أمين ومن عرف الباطل فاتقاه فاز ومن عرف الدنيا فرفضها خلص ومن عرف الآخرة فطلبها وصل إن الله يهدي من يشاء وإليه تقلبون يا ابن آدم إذا كان الله تعالى قد تكفل لك برزقك فطول اهتمامك لماذا وإذا كان الخلق مني حقا فالبخل لماذا وإذا كان إبليس عدوا لي فالغفلة لماذا وإذا كان الحساب والمرور على السراط حقا فجمع المال لماذا وإن كان عقاب الله حقا فالمعصية لماذا وإن كان ثواب الله تعالى في الجنة حقا فالاستراحة لماذا وإن كان كل شيء بقضائي وقدري فالجزع لماذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم يا ابن آدم ولذتك إلى الآخرة ولذتك إلى الحور العين وكن لي أكن لك وتقرب إلي باستهانة الدنيا وتبعد عن النار ببغض الفجار وحب الأبرار فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يا ابن آدم كيف تعصوني وأنتم تجزعون من حر الشمس والرمضاء وإن جهنم لها سبع طبقات فيها نيران تأكل بعضها بعضا وفي كل منه سبعون ألف واد من النار وفي كل واد سبعون ألف شعبة من النار وفي كل شعبة سبعون ألف مدينة من النار وفي كل مدينة سبعون ألف قصر من النار وفي كل قصر سبعون ألف دار من النار وفي كل دار ألف بيت من النار وفي كل بيت سبعون ألف بئر من النار وفي كل بئر سبعون ألف تابوت من النار وفي كل تابوت سبعون ألف شجرة من الزقوم وتحت كل شجرة سبعون ألف وتد من النار مع كل وتدٍ سبعون ألف سلسلةٍ من النار وفي كل سلسلةٍ سبعون ألف ثعبانٍ من النار وطول كل ثعبانٍ سبعون ألف ذراق وفي جوف كل ثعبان بحرٌ من السم الأسود وفيها سبعون ألف عقربٍ من النار ولكل عقربٍ سبعون ألف ذنبٍ من النار وطول كل ذنب سبعون ألف فقارة وفي كل فقارة سبعون ألف وطن من السم الأحمر فبالنفسي أحلف والطور وكتاب مصطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور يا ابن آدم ما خلقت هذه النيران إلا لكل كافر وبخيل ونمام وعق لوالديها ومانع الزكاة وآكل الربا والزاني وجامع الحرام وناس القرآن ومؤذي الجيران إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فارحموا أنفسكم يا عبيدي فإن الأبدان ضعيفة والسفر بعيد والحمل ثقيل والصراط دقيق والنار لضا والمنادي إسرافيل والقاضي رب العالمين يا أيها الناس كيف رغبتم ورضيتم في الدنيا فإنها فانية ونعمها زائلة وحياتها منقطعة فإن عندي للمطيعين الجنان بأبوابها الثمانية في كل جنة سبعون ألف روضة من الزعفران وكل روضة سبعون ألف مدينة من اللؤلؤ والمرجان وفي كل مدينة سبعون ألف قصر من الياقوت وفي كل قصر سبعون ألف دار من الزبرجد وفي كل دار سبعون ألف بيت من الذهب وفي كل بيت سبعون ألف دكان من الفضة وفي كل دكان سبعون ألف مائدة وعلى كل مائدة سبعون ألف صفحة من الجوهر وفي كل صفحة سبعون ألف لون من الطعام وعلى حول كل دكان سبعون ألف سرير من الذهب الأحمر وعلى كل سرير سبعون ألف فراش من الحرير والديباج والاستقرق وعلى حول كل سرير سبعون ألف نهر من ماء الحيوان واللبن والخمر والعسل المصفى وفي كل نهر سبعون ألف لون من الثمار وكذلك في كل بيت سبعون ألف خيمة من الأرغوان وفي كل خيمة سبعون ألف فراش وعلى كل فراش سبعون ألف حوراء من الحور العين بين يديها سبعون ألف هدية من الرحمن التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون ولا يموتون ولا يبكون ولا يحزنون ولا يهرمون ولا يتعبدون ولا يصومون ولا يصلون ولا يمرضون ولا يولون ولا يتغوطون ولا ينمون ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين فمن طلب رضائي ودار كرامتي وجواري فليطلبها بالصدقة والاستهانة بالدنيا والقناعة بالقليل شهدت نفسي أن لا إله إلا أنا وعيسى وعزير عبدان من عبادي ورسولان من رسلي يا ابن آدم المال مالي وأنت عبدي وما لك إلا ما أكلت فأفميت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأبقيت وما ذخرت فحضك منه المقت وإنما أنت على ثلاثة أقسام فواحد لي وواحد لك وواحد بيني وبينك فأما الذي لي فروحك وأما الذي لك فعملك وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء ومني الإجابة يا ابن آدم تورع تعرفني وتجوع ترني واعبدني تجدني وتفرد تصلني يا ابن آدم إذا كانت الملوك تدخل النار بالجور والعرب بالعصبية والعلماء بالحسد والفقراء بالكذب والتجار بالخيانة والحراث بالجهالة والعباد بالرياء والأغنياء بالكبر والقراء بالغفلة والصباغ بالغش ومانع الزكاة بمنع الزكاة فأين من يطلب الجنة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ابن آدم مثل العمل بلا علم كمثل الرعد بلا مطر ومثل العلم بلا عمل كمثل الشجر بلا ثمر ومثل العلم بلا زهد وخشية كالمال بلا زكاة والطعام بلا ملح وكزرع على الصفاء ومثل العلم عند الأحمق كمثل الدر والياقوت عند البهيمة ومثل القلوب القاسية كمثل الحجر الثابت في الماء ومثل الموعظة عند من لا يرغب فيها كمثل المزمار عند أهل القبور ومثل الصدقة بالحرام كمثل من يغسل العذرة ببوله ومثل الصلاة بلا زكاة المال كمثل الجسد بلا روح ومثل العمل بلا توبة كمثل البنيان بلا أساس أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون يا ابن آدم بقدر ما يميل قلبك إلى الدنيا أخرج محبتي عن قلبك فإني لا أجمع حبي وحب الدنيا في قلب واحد أبدا تجرد لعبادتي وأخلص من الرياء عملك حتى ألبسك لباس محبتي أقبل إلي وتفرغ لذكري أذكرك عند ملائكتي يا ابن آدم اذكرني تذللا أذكرك تفضلا اذكرني بمجاهدة أذكرك بمشاهدة اذكرني فوق الأرض أذكرك تحت الأرض اذكرني في النعمة والصحة أذكرك في الشدة والوحدة اذكرني بالطاعة أذكرك بالمغفرة اذكرني في الصحة والغناء أذكرك في الفقر والغناء اذكرني بالصدق والصفاء اذكرك بالملأ الأعلى اذكرني بالإحسان إلى الفقراء اذكرك بالجنة المأوى اذكرني بالعبودية اذكرك بالربوبية اذكرني بالتضرع اذكرك بالتكرم اذكرني بالتلفظ اذكرك بالتلطف اذكرني بترك الدنيا اذكرك بنعيم البقاء اذكرني في الشدة الهالكة أذكرك بالنجاة الكاملة يا ابن آدم اذكروني أستجب لكم ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلة ادعوني بالقلوب الخالية أستجب لكم بالدرجات العالية ادعوني بالإخلاص والتقوى أستجب بالجنة المأوى ادعوني بالخوف والرجاء أجعل لكم من كل أمر فرجا ومخرجا ادعوني بالأسماء العليا أستجب لكم ببلوغ المطالب الأسناء ادعوني في دار الخراب والفناء أستجب لكم في دار الثواب والبقاء يا ابن آدم كم تقول الله الله وفي قلبك غير الله ولسانك يذكر الله وتخاف غير الله وترجو غير الله ولو عرفت الله لما أهمك غير الله وتذنب ولا تستغفر فإن الاستغفار مع الإسرار توبة الكاذبين وما ربك بظلام للعبيد يا ابن آدم أجلك يضحك من أملك وقضائي يضحك من حذرك وتقديري يضحك من تدبيرك وآخرة تضحك من دنياك وقسمتي تضحك من حرصك فإن رزقك موزون معروف مكتوب مخزون فبادر للموت بعملك الخير قبل الموت فإن رزقك لا يأكله غيرك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا يا ابن آدم الدنيا مر على أوليائي لكن يحبون لقائي وحلو لأعدائي ولكن يكرهون لقائي يا ابن آدم الموت نازل بك وإن كرهت واصبر لحكم ربك فإنك مبعوث فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم يا ابن آدم تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد فمن قصدني عرفني ومن عرفني أرادني ومن أرادني طلبني ومن طلبني وجدني ومن وجدني خدمني ومن خدمني ذكرني ومن ذكرني ذكرته برحمتي يا ابن آدم لا يخلص عملك حتى تدوق أربع مراته الموتات الموت الأحمر والموت الأصفر والموت الأسود والموت الأبيض الموت الأحمر احتمال الجفاء وكف الأذى والموت الأصفر الجوع والإحسار والموت الأسود مخالفة النفس والهوى فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله والموت الأبيض العزلة يا ابن آدم ملائكتي يتعاقبون بالليل والنهار ليكتبوا عليك ما تقول وتفعل من قليلك وكثيرك فالسماء تشهد بما رأت منك والأرض تشهد عليك بما عملت على ظهرها والشمس والقمر والنجوم يشهدن عليك بما تقول وتفعل وأنا مطلع على مخفيات خطرات قلبك ولا تغفل عن نفسك فإن لك في الموت شغل شاغل وعن قليل أنت راحل وكل ما قدمته من الخير والشر حاصل بلا زيادة ونقصان وتستوفي غدا ما كنت فاعلا يا ابن آدم إن الحلال ليس يأتيك إلا قطرة قطرة والحرام يأتيك كالسيل فمن صفى عيشه صفى دينه يا ابن آدم لا تفرح بالغناء فليس بمخلط ولا تجزع من الفقر فليس عليك حتما واجبا ولا تقنط من البلاء فإن الذهب يجرب بالنار والمؤمن يجرب بالبلاء فإن الغني عزيز في الآخرة إن الآخرة أبقى وأبهى يا ابن آدم إذا رأيت الضعيف عندك محبوسا أكثر من تسعة أيام فقل أعود بالله من غضب الله يا ابن آدم المال مالي وأنت عبدي والضيف رسولي فإن منعت مالي من رسولي فلا تطمع في جنتي ونعمتي يا ابن آدم المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي فمن بخل على عيالي أدخله النار ولا أبالي يا ابن آدم ثلاثة واجبات عليك زكاة مالك وصلة رحمك وقرى ضيفك فإذا لم تفعل ما أوجبته عليك فإني أجزعك إجزاعا وأجعلك نكالا للعالمين يا ابن آدم إذا لم تر حق جارك كما تر حق عيالك لم أنظر إليك ولم أقبل عملك ولم أستجب دعاءك يا ابن آدم لا تتكبر على مثلك فإن أولك نطفة قذرة من مني من أي وجه خرجت من مخرج البول من بين الصلب والترائب يا ابن آدم اذكر دل موقفك غداً بين يدي فإني لم أغفل من سرائرك طرفة عين وإني عليم بذات الصدور يا ابن آدم كن سخياً فإن السخاء من حسن اليقين واليقين من الإيمان والإيمان من الجنة يا ابن آدم يا ابن آدم إياك والبخل فإن البخل من الكفر والكفر من النار يا ابن آدم اتقوا من دعوة المظلومين فإنها لا يحجبها عني شيء ولولا أني أحب الصفحة والمغفرة لما ابتليت آدم بالذنب ثم رددته إلى الجنة يا ابن آدم لولا أن العفو أحب شيء عندي لما ابتليت أحداً بالذنب يا ابن آدم أعطيتك الإيمان والمعرفة من غير سؤال وتضرع فكيف أبخل عليك بالجنة والمغفرة مع سؤالك وتضرعك يا ابن آدم إذا اعتصم لي عبد هديته وإذا توكل علي كفيته وإذا توكل على غيري قطعته أسباب السماوات والأرض يا ابن آدم لا تدع صلاة الضحى فإن لمصليها يدعو ما طلعت عليه الشمس يا ابن آدم ضيعت أمري وركبت معصيتي فمن الذي يمنعك من عذابي يوم القيامة يا ابن آدم أحسن خلقك مع الناس حتى أحبك وحببتك في قلوب الصالحين وغفرت ذنبك يا ابن آدم ضع يدك على رأسك فما تحب لنفسك فأحبب للمسلمين يا ابن آدم لا تحزن على ما فاتك من الدنيا ولا تفرح بما أوتيت منها فإن الدنيا اليوم لك وغداً لغيرك يا ابن آدم اطلب الآخرة ودع الدنيا فإن ذرة من الآخرة خير لك من الدنيا وما فيها يا ابن آدم أنت في طلب الدنيا والآخرة في طلبك يا ابن آدم تهيأ للموت قبل ورودك ولو تركت الدنيا لأحد من عبادي لتركتها للأنبياء حتى يدعو عبادي إلى طاعتي يا ابن آدم إذا أصبحت بين نعمتين عظيمتين لا تدري أيهما أعظم عندك ذنوبك المستورة عن الناس أو الثناء الحسن من الناس ولو علم الناس ما أعلم منك ما سلم عليك أحد من خلقي وأخلص عملك من الرياء والسمعة فإنك عبد ذليل لرب جليل مأمور لأمره وتزود فإنك مسافر ولا بد من الزاد لكل مسافر يا ابن آدم خزائني لا تنفد أبدا ويميني مبسوطة بالعطايا أبدا وبقدر ما تنفق أنفق عليك وبقدر ما تمسك أمسك عليك يا ابن آدم خوف الفقر سوء الظن بالله تعالى ومن قلة اليقين تبخل على المساكين يا ابن آدم من أهم للرزق فقد شك في كتابي ومن لم يصدق أنبيائي فقد جحد ربوبيتي ومن جحد ربوبيتي أكببته في النار على وجهه يا ابن آدم اجعل قلبك موافقا للسانك ولسانك موافقا لعملك وعملك خالصا من غيري فإني غيورٌ لأقبل إلا خالصا فإن قلب المنافق مخالفٌ للسانه ولسانه لعمله وعمله لغير الله يا ابن آدم ما تكلمت بكلمة ولا نظرت بنظرة ولا خطوت بخطوة إلا ومعك ملكاني يكتباني لك أو عليك يا ابن آدم ما خلقتكم لتجمعوا الدنيا بعضكم لبعض بل خلقتكم لتعبدوني عبادة الأذلاء طويلة وتشكروني جزيلا وتسبحوني بكرة وأصيلا فإن الرزق مقسوم والحريص محروم والبخيل مذموم والحاسد مغموم والناقد حيٌ قيوم يا ابن آدم اخدمني فإني أحب من يخدمني فإنك عبدٌ ذليلٌ عاجز وأنا ربٌ جليلٌ قوي لو أن إخوتك وجدوا ريح ذنوبك لما جلسوك فذنوبك كل يومٍ في الزيادة وعمرك في النقصان ولا تهدم عمرك في الباطل والغفلة فإن أردت المزيد فاصحب أرباب القلوب واحذر من أبناء الدنيا وخالط المساكين يا ابن آدم لن انكسر مركبه وعاد على لوحٍ من الخشب في وسط البحر ما يكون بأعظم مصيبةً منك لأنك من ذنوبك على يقين يا ابن آدم إني أتقرب إليك بالعافية وبسترٍ على ذنوبك وأنت تتبغض إلي بالمعاسي وعمارتك الدنيا وخرابك الآخرة يا ابن آدم إذا لم تجالس المفلحين والصالحين فمتى تفلح؟ يا موسى بن عمران اسمع ما أقول إنه ما آمن بالله عبدٌ حتى يأمن الناس من شره يعني يأمن من ظلمه وكيده ومكره ونميمته وغيبته وبغيه وحسده ومضرته وسره وعلانيته وقل يا موسى للظلمة لا تذكروني فإني لا أذكرهم فإن ذكري لهم أن ألعنهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يا ابن آدم لا تعصني ولا تسأل المغفرة يا ابن آدم تضرَّع لعبادتي وإلا أملأ قلبك فقرا ويديك سعيا وبدنك تعبا وصدرك همّا ولا أجيب دعاءك وأجعل دنياك عسرة ورزقك قليلا يا ابن آدم أنا رادٍ بصلواتك يوماً فيوماً فارضَ عني بقوتك يوماً فيوماً يا ابن آدم مهلاً فإن الرزق مقسوم والحريص محروم والحاسد مذموم والنعمة لا تدوم يا ابن آدم استحكم سفينة فإن البحر عميق وأكثر من الزاد فإن العقبة كأودٌ كأود يا موسى إن العبد يعمل في الدنيا حتى يدركه الموت فيندم على ما سلف من الذنوب والخطايا ويسأل الرجعة إلى الدنيا ليعمل عملاً صالحاً ربنا أبصرنا فأرجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون فوعزتي وجلالي لا أرد أحداً أبداً يا موسى من سرني واتقى مني أعطيته الجنة يا موسى الدنيا لعبٌ وله وزينةٌ وتفاخر وليس للمؤمن فيها إلا العبادة والهم والغم وفي الآخرة الجنة يا موسى القيامة يومٌ شديد لا يغني والدٌ عن ولده شيئاً ولا مولودٌ عن وادده شيئاً كم من فقيرٍ ترك نقده في الدنيا وخرج منها إلى الآخرة مسروراً ومشكوراً وكم من غنيٍ قد ترك ماله في الدنيا وخرج منها إلى الآخرة وهو فقيرٌ وحيدٌ من ماله ونادمٌ على عمله وجمع ماله لوارثه وكان أشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة زدناهم عذابًا فوق العذاب بما كانوا يكسبون انتهت كلمة الله لبني آدم المصدر هو كتاب كلمة الله المصدر هو كلمة الله لبني آدم